يعد الرسم بالفحم من أفضل الوسائل المستخدمة في التصوير وأقلها كلفة كما يلجأ العديد من الرسامين إلى هذا النوع من الأدوات لرسم لوحاتهم بصورة مثالية ومنهم الشاب العراقي الرسام ليث الكبيسي الشغوف بهذا النوع من الفن الجميل والذي وصفه بالموهبة لديه منذ الطفولة بلشت الرسم تقريبا من الخامس ابتدائي والحمد لله استمرت بالرسم وطورت مهارتي وفترة الحضارة بكورونا والحمد لله توصلت من ترسم أشياء صغار والحمد لله كبرت إن شاء الله وتعلمت الرسم على الفحم صار تركيزي على الفحم الفنان الكبيسي الذي علم نفسه الرسم بدون معلم لديه رؤية فنية خاصة وأسلوب فني فريد من خلال اعتماده اللونين الأبيض والأسود فقط في رسم أغلب لوحاته والذي علله بإعطائه واقعية أكثر حبيت أكثر شيء أركز على الأبيض وأسود لأن ينطي واقعية أكثر بالرسم إذا توفرت الموهبة والرغبة وتشجيع الأهل فمن المؤكد أن الموهبة ستظهر للعيان أما قضية صقلها وتنميتها فهي مسؤولية الجهات الحكومية المسؤولة التي لا يزال أغلبها أو أغلب القائمين عليها ينتقصون من الفن ويمتهنون من جماله وقوته في التأثير والتغيير الرسم أحد الفنون المهمة التعبير عن الواقع وفيه عدة رسائل ورسالة الفن رسالة سامية تصل إلى جميع الناس كانت هذه رسالة الرسام العراقي الشاب ليث الكبيسي ورسالتنا في كلمات فقط اهتموا بالفن والفنانين فهم أطباء وجدان المجتمع